شارك مع الشيخ خالد بن أحمد بن محمد الخليفة وزير الخارجية في افتتاح مؤتمر ميونيخ للأمن في دورته الثالثة والخمسين والذي انطلقت أعماله اليوم بمدينة ميونيخ بجمهورية ألماني الاتحادية وتستمر فعليته حتى التاسع عشر من شهر فبراير الجاري وذلك بحضور المستشار الألمانية أنجلا ميركل ونائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية مايك بينس وبمشاركة العديد من رؤساء الدول والحكومات ووزراء الخارجية والدفاع ويتبحث المشاركون آخر المستجدات الأمنية وأهم التطورات السياسية على الساحة الدولية وتأثيراتها المختلفة على الأمن وسلم الدوليين وسبل تسوية ومعالجة الأزمات المختلفة التي تهدد استقرار العالم ومن أهمها الأزمة السورية والحرب ضد الإرهاب وغيرها من النزاعات التي تهدد للمجتمع الدولي ويعد مؤتمر ميونيخ حول قضايا الأمن منتدا دوليا مهما حيث يجمع الكثير من المسؤولين ودبلوماسيين والعسكرين رفيع المستوى من أجل بحث وتبدل الرؤى في القضايا السياسية والأمنية التي تشكل محور اهتمام دول العالم أجمع بهدف التوصل إلى السبل الكفيلة والآليات الضامنة لإرساء السلام في مختلف أنحاء العالم بما يعود بالنفع على جميع الدول ويسهم في التغلب على التحديات التي تواجهه ترجمة نانسي قنقر